قالت وزارة الدفاع الروسية أن فرقاطة الروسية أطلقت اليوم صواريخ كروز على أهداف لتنظيم داعش الإرهابي قرب دير الزور بسوريا وأضافت الوزارة أن الضربة التي وجهت من البحر المتوسط دمرت مواقع قيادة واتصالات بالإضافة إلى مستودعات ذخيرة ومشاة لأصلاح المركبات المدرعة ومجموعة كبيرة من عناصر التنظيم وتابعت أن الضربة استهدفت مقاتلين من تنظيم داعش من روسيا وجمهورية الاتحاد السوفيتي السابق شكرا